وقت في البيديونات شوائع عيشة جسر العمر تعبير اجتماعي اعتاد بعض الأزواج استخدامه للتعبير عن مشاكلهم الزوجية المتكررة لكن قد لا يكون الصواب حالف هؤلاء الأزواج في بعض الخلافات الزوجية باحثون في جامعة أريزونا الأمريكية أجروا دراسة تابعت 192 زوجا مدة 32 عاما توصلت الدراسة إلى أن الخلافات الزوجية التي تصحبها نقاشات حادة بين الزوجين قد تساهم في إطالة عمرهما إذ سجل الحد الأدنى لخطر الوفاة المبكرة بنسبة 24% للأزواج و18% للزوجات لكن المقولة الشعبية قد تنطبق على الحالة الثانية حسب الدراسة إن كان أحد الطرفين يعبر عن غضبه بعيدا عن الآخر أو إذا التزم الصمت بدلا من التعبير عما بداخله من شأن ذلك زيادة خطر الوفاة المبكرة لديه كما يكون الأزواج أكثر عرضة للموت بنسبة 35% للأزواج و18% للزوجات ويزداد الأمر سوءا إذا عبر الزوج عن غضبه خلال الخلاف وقابلته هي بالصمت لترتفع النسبة إلى 51% ولدى الزوجة إلى 36% وحين تعبر الزوجة عن صخطها ويصمت الزوج تصل نسبة خطر وفاة الأزواج إلى 49% مقابل 28% لدى الزوجات الباحثون أكدوا أن تباين ردود فعل الأزواج إذا الخلافات يؤدي لارتفاع عددها في اليوم الواحد ما يزيد من الضغوط اليومية وبالتالي تعرض صحة الإنسان إلى أضرار على المدى البعيد هنا أفواز العربية